أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الأخوة والخوات العزاء والعزيزات في هذه الأمسية الجديدة من أماسي الثقافة للمنتدى الثقافي العربي في المملكة المتحدة لقاءنا هذا اليوم مع الدكتورة سهير أبو جلود من بغداد وهي ضيفة عزيزة كريمة على هذا المنتدى وهذه الأمسية اليوم والموضوع ما الشعر دكتورة سهير أهلاً وسهلاً بك وسأقدمك بعد لحظات أيضاً أهلاً وسهلاً أهلاً بك دكتور شكراً جزيلاً أهلاً بكم جميعاً الدكتورة سهير صالح علي أبو جلود باكالوريوس اللغة العربية من كلية الآداب بجامعة بغداد في عام 1992 وحصلت الدكتورة سهير على ماجستير في الأدب العربي من جامعة بغداد في كلية الآداب في عام 1994 عن رسالتها الموقف النقدي من الشعب المهجري وحصلت على شهادة الدكتورة الدكتورة سهير والدكتورة أيضاً فقط أرجع إلى السيرة الدكتورة كانت أيضاً من جامعة بغداد وهذه السيرة دكتورة سهير إن قدمت بعض المعلومات عن شهادة الدكتورة وعنوانها بلا زحمة موضوعات القصيدة العربية المعاصرة البواعث والاختيار من عام 1945 إلى 1980 نعم الدكتورة في الأدب العربي كانت في أي سنة؟ كانت في سنة 1998 بإشراف أستاذي الناقد الراح للدكتور جلال الخياط كلية الآداب في جامعة بغداد نعم ولقبك العلمي اليوم هو أستاذ في الأدب العربي في كلية الآداب في الجامعة المستنصرية منذ عام 2016 وتدرسين مادة النقد الأدبي الحديث للمرحلة الرابعة ومادة الاستشراق الأدبي لطلب الدكتورة الأدب لكي من الكتب الصادرة الموقف النقدي من الشعر المهجري شواطئ أخرى لمحمود درويش التشكيل الشعري في أوبرا الأميرة الضائعة للشاعر رعد عبد القادر موضوعات القصيدة العربية المعاصرة البواعث والاختيار بين عام 1945 إلى عام 1980 ولكي أيضا كتاب شعر يوسف الخال دراسة في مستويات التلقي وعتبات النقدية والشذرة سحر الضوء وهي دراسة في الكتاب الشذرية في الأدب العربي الحديث وكتاب مشعر وقصائد بين فضاءات الأحلام وقصدية الخواتيم والملصق الثقافي كما لكي دكتور سهير من البحوث المنشورة التناص في شعر محمود درويش نشرته مجلة كلية التربية الأساسية التركيب في شعر محمود درويش المنهج النقدي للدكتور جلال الخياط الشخصية الثقافية العراقية المعروفة الثنائيات في شعر محمود درويش التكرار في شعر فدوى طوقان لمجلة آداب المستنصرية ملامح السرد في شعر إليا أبي ماضي في مؤتمر كلية الآداب بجامعة بغداد الزمن في شعر أنسي الحاج نشرتها آداب بغداد ونفي المكان في شعر محمود درويش كما لكي دراسة مهمة عن دلالة الألوان في شعر بولند الحيدري الشاعر العراقي المعروف وأنساق التقابل أنساق التقابل في شعر سعد يوسف والاستشراف في ديوان لماذا تركت الحصانة وحيدا وهي قصيدة محمود درويش كما لكي صور التفوق في شعر أنسي أنسي الحاج والكلمة المفتاح في ديوان كزهر اللوز أو أبعد في مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية في ديالة وهذه قصيدة محمود درويش أيضا ولكي ثقافة الرسائل في رواية ظل الإفعال يوسف زيدان الروائي العربي المعروف إلى جانب ذلك مناقشة لرسائل ماجستير وأطاريح الدكتوراه فأهلا وسهلا بك وأنت تحدثين عن الشعر ديوان العرب لنقول ما هو الشعر وما الشعر أهلا وسهلا أهلا بك دكتور في البدء كل الشكر للمنتدى الثقافي العربي في المملكة المتحدة وللدكتور عمر الصفار على دعوته للمشاركة في محاضرة عن كتابي مشار في طبعته الثانية هذا الكتاب هو كتاب اختيارات اختيارات لتعريفات الشعراء للشعر طبعا نحن اعتدنا أن نقرأ هذه التعريفات ونستقيها من النقاد لكني ارتأيت وقبل سنوات أن أجمع هذه التعريفات وأختار منها من الشعراء أنفسهم ولذلك أسباب سأوضحها في أثناء محاضرتي طبعا هذا الكتاب يضم أكثر من مئة تعريف للشعراء وفي كل محاضرة أنا ألقيت أكثر من محاضرة عن هذا الكتاب وفي كل محاضرة كنت أنتقي نخبة من تعريفات الشعراء حتى لا يحصل هذا التكرار وحتى أتحدث بشكل أوسع عن مرجعيات كل تعريف أتحدث بشكل موجز عن فن الاختيارات الحقيقة كما هو معروف عند الجميع أن الاختيارات فن قديم وموضوع قديم ولعل حماسة أبي تمام أهم اختيار شعري في تاريخ الأدبي لأنها حفظت الكثير من شعر الشعراء المقلين والمجهولين في التاريخ الأدبي وكثيرا ما كان يقال أن أبا تمام في اختياره الحماسة كان أشعر منه في شعره اختيارات هذا الشعر كانت تعبر عن الدوق الفني لأنه اقتطف مقاطعة من القصائد التي تجمع حسن المعنى وجزالة اللظ وجمال التشبيه اللافت أن أبا تمام لم يرصد في ديوان الحماسة أعلام الشعراء لم يكن هذا الأمر يشكل عنده أهمية أن يختار مشاهير الشعراء لم يكن حتى يفصل بين عصور الشعراء لم يكن هذا الأمر بالأهمية بمكان مسألة عصر الشاعر أو شهرة الشاعر بل كان يرصد كل من كتب عن الحماسة هذا كان معيار الاختيار عند أبي تمام كذلك المفضل الضبي الكل يعرف أن في انتقائه القصائد والمقطعات كان أساس هذا الانتقاء أو معيار هذا الانتقاء كان معيارا تربويا وأخلاقيا وتعليميا والأسباب كانت معروفة لأنه كان معلما لابن الخليفة الأمين على نسق المفضليات جاءت الأصمعيات وما فيها من مختارات من الشعر الجاهلي والمخضر والإسلامي في العصر الحديث لدينا أدونيس في ديوان الشعر العربي الذي يقول أن المعيار الذي اعتمده في اختياراته هو التقدير الشخصي لقيمة الشعر الفنية لابد أن أقول أن كل من قام بالاختيارات كان مدركا لطبيعة النشاط الاختياري يعني عندما أستخدم كلمة الإدراك أنا أقصد بالإدراك يعني الإدراك في طبيعته استجابة لما يقع ضمن نطاق اهتمامنا استجابة لما يقع ضمن نطاق انتباهنا لذلك يوجد ارتباط أصيل بين ما يدركه الإنسان وبين اختياراته الإنسان بمعنى آخر يدرك ما يقع ضمن نطاق انتباهه واهتمام أعود لكتابي ما الشعر وأقول أن اختياراتي للتعريفات كانت منوعة أحيانا الشعر الواحد وبسبب تقدم العمر بسبب تنوع التوجهات الفكرية تغير الولاءات مثلا كانت تتغير نظرة الشعر للحياة ومن ثم تتغير نظرته للشعر فيتغير فيما بعد تعريفه للشعر لذلك ارتأيت أن أستقي هذه التعريفات في عمر متأخر من الشعر بعد أن تكون التجربة قد نضجت واكتملت المرجعيات التي اعتمدت عليها في اختياراتي لهذه التعريفات هي مرجعيات فكرية ونفسية وشخصية ولغوية سأوضح ذلك في الأمثلة التي اخترتها لكم في هذه الجلسة لا بد أن أقول أن التعريفات الحقيقة لم يكن بالأمر السهل هناك الكثير من المراجعات للصحف والمجلات التي أجرت الحوارات مع الشعراء العرب أيضاً كان لابد من الاستماع إلى حوارات قد تصل إلى الساعتين أو أكثر في برامج الأستاذ زاهي وهبي الذي استضاف عشرات من الشعراء أيضاً مع الدكتور مجيد السام الرائي الذي استضاف أيضاً العشرات من الشعراء هناك أيضاً تعريفات كانت من لقاءات شخصية مع أصدقاء من الشعراء من الشعراء التي استقيت منهم هذه التعريفات فالتنوع في التعريف كان هو معيار احتياراتي لتعريفات كل شعر لا بد أن أقول أيضاً أن المساحة الزمنية التي اخترتها مساحة مفتوحة لم يكن مهماً عندي أن تكون هناك تقسيمات على وفق العصور لأنه مثل ما قلت لحضراتكم أن التنوع التعريف كان يأتي على وفق تنوع المرجعيات الفكرية أو النفسية أو الشخصية أو اللغوية بمعنى أنه أحياناً تكون نفسية الشعر هي التي تعرف الشعر هي التي تتحدث فأصبح تعريف كل شعر بمثابة بصمة خاصة للشعر كل تعريف بمثابة الصوت الخاص بالشعر الصوت المتفرد بالشعر وكأن نفسيته هي التي تتحدث وكأن نفسيته هي التي تعرف الشعر حتى أقرب الصورة لحضراتكم سأبدأ أولاً بتعريفات عامة يعني قبل أن أتحدث عن مرجعية كل تعريف أذكر تعريفات مختلفة على سبيل المثال الشعر اللبناني أنسي الحاج هذا الشعر يفكك الشكليات يفكك الشكليات التي انبنى عليها تعريف القصيدة من خلال الظاهري منها أنا أقصد بالظاهري الوزن والقافية الحاج يؤمن أن لكل شاعر عربي إيقاعاته الخاصة التي يكتب قصيدته على أساس منها فيعرف الشعر ويقول الشعر أصوات جميع ما يرتأي الشعر والعطية الشعرية لا تضيع بتنويع الأداء وما الرداء سوى حيلة بينما نجد أن تعريفات شعراء المهجر في أغلبيتها تعريفات رومانسية النظرة الرومانسية تنعكس من خلال لغتهم التعريفية للشعر فجاءت تعريفاتهم رومانسية بامتياز محايل نعيمة مثلا يقول الشعر هو غلبة النور على الظلمة والحق على الباطل هو ترنيمة البلبل ونوح الورق الشعر لذة التمتع بالحياة بينما خزع الماجدي لا يستطيع إلا أن يسقط أفكاره على تعريفه للشعر في حوار أجراها الأستاذ أسامة الشحماني مع الدكتور خزع الماجدي نرى أن الماجدي يرى أن الشعر هو الأساس يرى أن الشعر هو الأساس الشعر ليس جزءا من الأدب كما يقول الماجدي لكنه كائن متمرد وعلينا نحن القراء أن نكتشف أسباب تمرده وحالات تمرده لنفهم هذا الشعر لذلك يعرف الشعر الماجدي ويقول الشعر كائن بدائي متوحش إلى حد كبير يبدو كأنه ولد للتو هو يمثل طهر الطبيعة وبكوريتها لأنه متمرد على الأعراف ولأنه محب للحرية في أقصى أشكاله الآن لو أتوقف عند المرجعية النفسية الحقيقة الكثير من الشعراء كانت نفسيتهم نعم هي التي تتحدث وهي التي تعرف الشعر وحتى يعني أكون أكثر دقة تقريباً 80% من الشعراء التي كانت تعريفاتهم تصدر عن المرجعية النفسية وتصدر عن نفسياتهم هم شعراء عراقيون يعني مثلاً حسب الشيخ جعفر الكل يعرف أن هذه الشخصية لا تعيش إلا في الظل ولا تنتج إلا في الوحدة يعرف الشعر فيقول الشعر لا يعيش إلا في الظل وفي الظل تتوهج الروح وتتعرم وكأن نفسيته هنا هي التي تعرف الشعر وكأن نفسيته هي التي تتحدث وترى الشعر وتعرفه أذهب إلى أبو القاسم الشابي هذا الذي قضى وقته بين المسجد والمحكمة والمنزل فقدانه لوالده كان له الأثر الكبير في نفسيته وفي صحته حتى غلب على حياته الصخط والتشاؤم كانت هناك ثلاثة عناصر تتحكم في أبو القاسم الشابي فقدانه لوالده هموم الوطن والمرض العضال الذي أفقده حياته في سن مبكرة جعله ينشد الموت في كل لحظة رومانسيته كانت وليدة ثورة وألم وحزن استرعت في داخله أيضا نظرية الإيمان والشك كل ذلك عزز من الاكتئاب لديه لذلك عرف الشعر أنا استقيت تعريفا من إحدى أبياتي الشعرية يقول يا شعر أنت فهم الشعور وصلخة الروح الكئيم بينما سيف الرحب من عمان أيضا أيضا رحل في عمر مبكر هو يقول في إحدى لقاءاته يقول أنا من جيل اليأس أنا من جيل الحزيمة أنا من جيل الحزن لذلك لا غرابة أن يتحكم حزنه في تعريفه حين قال وعرف الشعر الشعر نسيج مفرداته الشعور بالمأساة والتيه والضياع والاغتراب هذه لحمة النص الشعري نعود إلى العراق ومع محمود البريكان أيضا كل ذلك نحن في مجال المرجعين النفسية محمود البريكان من القلائل الذين تبنوا فلسفة الصمت من الذين سعوا بصمتهم إلى محاكمة الحياة الصمت هنا ليس هربا من المسؤولين الصمت البريكان ليس هربا من مسؤولية الكلمة وهذه مسؤولية كل شاعر الصمت البريكان إدانة للكذب والبشاع والزيف واللاعقلانية إدانة لكل ما يسيء لإنسانية الإنسان يعرف الشعر محمود البريكان ويقول الشعر إمكانية وخلق نعم نعم فضلي الشعر إمكانية وخلق طيب إذا كان كل ما حول الشعر ينافي عملية خلق الجمال إذا كان كل ما حول الشعر لا يفصح إلا عن الزيف واللاعقلانية والكذب والبشع كيف له أن يتحدث كيف له أن ينتج كيف له أن يخلق هذا الجمال لذلك كان الصمت سلاحا في وجه كل ما يسيء لإنسانية الإنسان نبقى في العراق مع رعد عبدالقادر رعد عبدالقادر الخالق لقيم الجمال والصور العشقية المتماهل هذا الذي فتح الأبواب كلها والنوافذ قبل وفاته التفاجأته النوبة القلبية لساعات ظل يتملص في بيته من قيوده الأرضية كل من عرفه والحديث لأصدقائه يقول أن في أعماق هذا الشاعر الكثير من الحزن الكثير من الحطام المتراكم لكن شاعرا شجاعا يكمن في نفسية رعد عبدالقادر كان يروم دوما المغادرة والتحرر إلى مدن النقية التحرر مما هو فيه يعرف الشعر ويقول الشعر أسطورة يومية ويوتوبيا في عين الوجود والشمس على مسرح ما في خيال الظل الكل يعرف طبعا ما في خيال الظل من معاني التحليق من فنون التحليق كل ما في تعريف رعد عبدالقادر يشير إلى الرغبة في المغادرة والتحرر مثل ما قلت إلى مدن النقية كل ما في التعريف يشير إلى معاني التحليق لو أتحدث أو أنتقل إلى المرجعية الثورية يعني حقيقة هناك ثلاثة أنواع للمرجعية الثورية الأولى تشمل شعراء مثل أحمد مطر من العراق ومن السودان اخترت لكم محمد عثمان أحمد مطر صاحب اللهجة الصادقة والكلمات الحادة واللافتات الصريحة شعر لم يتنازل عن مواقفه ومبادئه عرف بانتقاده للأنظمة العربية في شعره وبشكل علني من على المنبر جاء تعريفه صريحا مشابها لما في نفسه من صراحة التعبير والثورة والتحرر يقول في تعريفه الشعر قرين الفعل هو فن التحريض والكشف والشهادة على الواقع والنظر إلى الأبعد مثل محمد عثمان من السودان يعرف الشعر ويقول الشعر عندي نظال وكفاح طبعا محمد عثمان كان عضوا في لجنة الزعفران التي هدفت لطرد المستعمر البريطاني من السودان شعر نشر قصائده الثورية في دوريات ساعدة يعني مصرية واللبنانية في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين كان يؤمن أن الشعر لابد أن يكون سلاحا يفجر الحركة الوطنية يؤمن بأن الشعر لابد أن يكون أداة تستخدم لأغراض سياسية أداة تحريض على التغيير لذلك جاء تعريفه مشابها لكل ما يؤمن به جاء تعريفه ثوريا مشابها لروحه الثائرة ما زلنا في المجال المرجعي الثورية يعني لن أقول على العكس من هؤلاء حين أتحدث عن أحمد شوقي لكن لابد أن أقول مسألة نعم هو عرف بشاعر الثورة بشاعر الاستقلال وشاعر الحرية لكن هذا الشاعر كان محنيا من الأذى وهذا ليس عيبا على الإطلاق حياته كانت بهذه الطريقة هو شعر البلاط يعني ولد في القصور كان يمدح ساكني القصر وفي زمن الخديوي توفيق البلاط تحمل تكاليف دراسته الحقوق حين درس في فرنسا في زمن الخديوي عباس حلم الثاني نفي طرده الإنجليز وهو اختار منفاه في إسبانيا وهناك في برشلونة كتب عن شهداء الثورة وكتب عن المناظرين كتب عن الاستقلال والحرية وحين عاد عرف بشاعر الجماهير أصبح شاعر الثورة أصبح شاعر الجماهير لكنه على الرغم من كل ذلك بقي معززا لم يعاني في غربته لذلك جاء تعريفه بعيداً عن المجازفة جاء تعريفه أيضاً محمياً من الأذى يقول أحمد شوقي في تعريفه للشعر الشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة وحكمة فهو تقطيع وأوزان الشق الآخر من المرجعية الثورية للتعريفات اخترت هناك شعراء حقيقة كانت هناك عدة تحولات واضحة في كتاباتهم يعني مثلاً نزار قباني بعد نكسة 67 تحول شعره إلى شعر السياسة يعني ليس لأنه لم يعد قادراً على كتابة القصائد الرومانسية بسبب الواقع المؤلم لا لكن وهذا الكلام لنزار يقول أن القصائد التي لا تعبر عن الوضع الحالي القصائد التي لا تعبر عن الواقع لم يعد لها طعام الدكتور محمد الزعبي كان وزيراً للإعلام في سوريا يقول جاءوني بقصيدة هوامش على دفتر النكسة لنزار كانت القصيدة تنتقد النظام تنتقد الهزيمة والجيش طلبت نشرها في إحدى الصحف هذا الكلام لوزير الإعلام السابق يقول كان وقع هذه القصيدة مدوياً بين الناس بقيت روح نزار متوثبة لكل جديد يحدث في العالم العربي لذلك ليس غريباً أن في آخر اللقاءات اللقاء أجري مع الراحل نزار قباني حين سئل عن الشعر وعن تعريفه للشعر لم يكن غريباً أن يجيب ويقول الشعر غضب طالت أظافره الشعر غضب طالت أظافره لن أطيل أكثر عن المرجعية الثورية لأن هناك مرجعية أخرى قد تبدو مختلفة عن المرجعيات السابقة وهي مرجعية لغوية العشرات من الشعراء تحكمت لغتهم في تعريفاتهم سأذكر أمثلة على ذلك يعني حقيقة يقال أحياناً هناك مقولة أن إذا تصوفت اللغة تصوف معناها وإذا تصوف معناها كان صاحبها متصوفاً الكثير من الشعراء يرون أن العالم فقد نوره ويلتمسون بلغتهم والرغبة في التحليق بلغتهم والرغبة في حلول الشعر واللغة فيهم منفداً للتعويض عن الضوء الذي فقد من هذا العالم مثلاً الشاعر السورية فوراد إسبرو وهي باحثة في اللغة هي باحثة في اللغة تقول الشعر أفزن مع الخيال تذهب حيث يذهب خيالك قد نحاور الغيمة والمطر والشارع والشجرة هنا فرات إسبر يعني غربة هذه الشاعرة منحتها هذه السمى المتصوفة في شعرها وفي تعريفها للشعر منحتها هذا الطوافل لا محدود في عالمها الشعري هي من الشعراء الذين يرون أن العالم فقد نوره واستعاضوا عن ذلك بلغة عالية نعم درست الحقوق في جامعة دمشق لكنها هاجرت هي عانت الغربة هاجرت لأسباب سياسية إلى نيوزلندا أيضاً من الشعراء الذين تحكمت لغتهم في تعريفاتهم أذكر الشاعر الكبير وأستاذي الدكتور محمد حسين اليسين يعني أنا عندما قلت أن إذا تصوفت اللغة تصوفة معناها أنا أقصد هذا الحلول الذي يتمثل في تعريفات الكثير من الشعراء ومنهم شاعرنا وأستاذي الكبير الدكتور اليسين الشعر حل فيه وكأنهما أصبح كائناً واحداً يقلب بين لفظتي الشعر والعيش في تعريفه للشعر ويقول وهذا لقاء أجريناه يعني نحن مجموعة من الأساتذة في لقائنا الأخير مع الدكتور ألياسين في المجمع العلمي يقول الشعر ما يعيش فيه فأنا كائن شعري أعيش للشعر عشت له وأعيش له هذه المزاوجة اللطيفة بين اللفظتين الشعر والعيش الشعر ما يعيش فيه فأنا كائن شعري أعيش للشعر عشت له وأعيش له أيضاً أديب كمال الدين أيضاً يتفنن في لغته وفي رغبته في التحليق يعرف الشعر أكثر من تعريف لأديب كمال الدين لكني اخترت هذا التعريف لأنه يمثله أكثر حتى في قصائده يقول أديب كمال الدين الشعر هو الطائر بل هو في تفصيل أكثر رفرفة جناح الطائر حقيقة لا أريد أن أطيل أكثر أنا أكتفي بهذا القدر من الاختيارات احتراماً للوقت الذي حدده لي الأستاذ الفاضل الدكتور عامر صفار أنا أشكر إصغاءكم ألف شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً شكراً جزيلاً دكتور سهير على ما تفضلت به عن تعريفات مهمة عن الشعر حسب مرجعيات مختلفة وهذا التعريف المهم حسب المرجعيات أجده تعريفاً أصيلاً لم يسبق أحد أن عرف الشعر بحسب مرجعيات فمرجعية ثورية ومرجعية نفسية ومرجعية لغوية وحسب اتجاهات الشاعر المبدع طبعاً لا أخفيك سراً أنا عملت الشيء نفسه ولكن من جانب البحث البحث الذي خلال الأيام الماضية وأنا لست متخصصاً ولكني وجدت مثلاً ما قال به نجيب محفوظ الروائي المعروف فقال ربط بين الشعر والعاطفة فقال الشعر لا يعبر عن عاطفة إلا بعد أن تسكت ثورة هذه العاطفة ويهدأ انفعالها إذن هنا يربط نجيب محفوظ وهو أيضاً كان له من الفلسفة باع طويل أيضاً في كتاباته ويقال أنه نظم الشعر في بداياته أيضاً وعودة إلى الشعر ديوان العرب أيضاً هنا الكلمة أو القصيدة وقيلت هذه الشعر ديوان العرب أبو فراس الحمداني الشعر ديوان العرب أبداً وعنوان الأدب لم أعد فيه مفاخري ومديح أهباء النجم وقصيدة معروفة أيضاً إذا عدنا إلى هذا الموضوع وقدام بن جعفر الذي عاش في القرن الرابع الهجري تعريف الشعر قول موزون مقفى يدل على معنى ابن خلدون يقول هو الكلام المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء منه في غرضه ومقاصده عما قبله وبعده الجاري على أسلاليب العرب المخصوصة وهناك تعريفات ومن المهم جداً صراحةً أن نعود إلى الشعراء المحدثين وما رأيك اليوم في موضوعة الشعر العربي هل في رأي الدكتورة سهير صالح أبو جلود هل الشعر العربي لا زال ديوان العرب ما رأيك في هذا الموضوع نعم كثيراً ما تقام ندوات بخصوص مزاحمة فن الرواية للشعر والحقيقة يعني ما يحدث الآن أن الكثير من الشعراء يتوجهون للرواية وقلت في محاضرة لي أن هناك أكثر من سبب يجعل من الشعراء يتوجهون للرواية ولم نسمع بحصول العكس ربما للجوائز المخصصة للرواية ربما لخدمة تدور النشر لطباعة الرواية أكثر من خدمة طباعة دواوين الشعر الإقبال الآن على قراءة الرواية أصبح أكثر يعني بشكل واسع أكثر من الشعر للأسف يبقى الشعر ديوان العرب هذا ما لا شك فيه لكن الرواية يعني لا أريد أن نقلل من شأن جنس مهم مثل جنس الرواية لكن يبقى تبقى الرواية يعني في جيل طلبتنا والشباب اللي ندرسهم مقروعة أكثر الشعر يحتاج إلى ثقافة أكبر للتلقي يحتاج إلى قدرة بلاغية قدرة أدبية قدرة الأصغار قدرة الكشف عن مفاتيح النص فك الرموز القدرة على معرفة مستويات التلقي يعني شعر واحد أنا في إحدى كتبي عن يوسف الخال لقصيدة واحدة هناك ثلاثة مستويات تلقي فهناك بعض الصعوبات لفهم القصائد أخص بالذكر قصيدة النثر ولن يعني ليس تحيزا حين أقول أن قصيدة النثر العراقية تحتاج إلى ثقافة كبيرة جدا لتستطيع فهم نماذج حديثة ورائعة من قصيدة النثر في كتاب اعتبات نقدية يضم مئة قصيدة نثر عراقية هناك قصائد تستحق أن يكتب عنها يعني يعني دراسات كاملة قصائد وليست مجامع شعرية ففي تقديري أن الشعر بالتأكيد يبقى هو ديوان العرب لكن مزاحمة الرواية لها أسبابها ربما التجارية وقلت أن الجوائز التي تمنح سنويا للرواية قياسا بالشعر أكثر بكثير وهذا ما يجعل كثير من الأدباء يعني تركوا الشعر أو توجهوا إلى كتابة الرواية لن أقول للأسف إذا كانوا يبدعون في الرواية كما أبدعوا في الشعر نعم دكتور نعم شكرا طيب عودة لتاريخ الشعر العربي كتب الشعر العربي قبل الإسلام يعني المعلقات معروفة هناك سبع معلقات وهناك من يقول أكثر من سبع معلقات وهناك من المؤرخين للأدب العربي من يقول أن الشعر كتب 150 عاما قبل الإسلام وطبعا عودة إلى تاريخ الشعر وأيضا نتحدث عن أي شعر نتحدث اليوم الشعر الحديث الشعر التفعيلة الشعر العمودي الشعر النثر كيف هو مستقبل الشعر في عصر الذكاء الاصطناعي وأنا استضفت أيضا قبل أشهر الأخ المهندس ولد ابن الدكتور محسن جاسم الموسوي ولده عدنان وهو مهندس متخصص في الذكاء الاصطناعي في أمريكا فجرب تجربة مهمة صراحة أدخل قصائد عبد الرزاق عبد الواحد الشعر العراقي المعروف الراحل في برنامج خاص للشعر العربي في الذكاء الاصطناعي وطلب من الكمبيوتر أن يكتب قصيدة مشابهة لقصيدة عبد الرزاق عبد الواحد وإذا بالحاسوب ينتج بياتا مشابهة لقصيدة عبد الواحد وقراءها عدنان في تلك المحاضرة فنحن نعيش عصرا متجددا ولابد من تجدد اللغة ولابد من تجدد القصيد ما رأيك بهذا الموضوع دكتورة؟ يعني اسمح لي دكتور حضرتك لفضلت كلمة تجديد أو عصر متجدد هل اللي ذكرت حضرتك الآن هو نوع من الفن؟ هل هو تجديد فعلا؟ ما معنى التجديد؟ أن يكون هناك أصل وأجدد فيه لأقدم الأفضل أن أستخدم الذكاء أنا لست ضد التطور مطلقاً لكن ما معنى ذلك يعني في أي مجال ممكن أن توضع مثل هكذا فدلكات يعني اسمح لي هل هو من باب الفن؟ أنا أرفض ذلك هل هو من باب التجديد؟ هذا ليس بتجديد على الإطلاق أترك الآخرين أن يطلقوا تسمية على مثل هكذا التنوعات أنا حتى رفضت القصيدة الرقمية وهي قصيدة فيها بعض المنطقية رفضت كل ما ممكن أن ينشر في مواقع التواصل تحت مسمى القصائد ولي في ذلك محاضرة عن الهايكو هناك بعض التجاوزات على فن راقم مثل الشعر لا بد لنا أن نحترم خصوصية الشعر لأن الشعر بحد ذاته الداع وفن راقي جداً لا داعي لهذه الفدلكات لننتج ماذا؟ لننتج فناً أكرر كلامي أن أرفض كلمة تجديد وفن على مثل هكذا التنوعات طيب شكراً جزيلاً معي الشاعر المبدع العراقي المقيم في عمان أخي دكتور سعد ياسين يوسف فضل سعد شكراً جزيلاً شكراً أستاذ عمار وشكراً لهذه المنصة الرائعة شكراً للحاضرين شكراً للأستاذ الدكتورة سهير صالح أبو جلود الناقدة الأكاديمية التي تشكل ناقدة من طراز خاص كونها تتسلح بوعي نقد كبير ورؤى اشتغلت عليها بحثاً ودراسة وتحليلاً على مدى سنوات طويلة فهي لم تعتمد الجانب النظري فحسب السعد لتطبيق أفكارها ورؤاها بشكل عملي من خلال انفتاحها على الساحة العراقية والساحة العربية صانعة حراكاً إبداعياً تتداخل فيه النظرية بالتطبيق وهذا من أهم أسرار نجاح وتألق الأستاذ الدكتورة سهير أبو جلود حيث تألق منجزها وستطاعت أن تنتج لنا العديد من المؤلفات والكتب التي تمس حاجة الساحة الثقافية العراقية وتطلعاتها لأن تتطور وأن تبدع وأن تضيف شيئاً جديداً أتذكر الكتاب الذي نحن بصدده الآن مشعر عتبات نقدية الشذر السخر الضوء خواتيم وأعتقد قصيدة البوستر أو قصيدة الومضة المنصق التقافي المنصق التقافي ولاتي أجمل بعون الله تمت أسئلة أطرحها على الأستاذ الدكتورة سهير أبو جلود أرجو الإجاب عليها سؤال يتعلق بالشذرة باعتباره فن شعري إبداعي يتشكل من الفكر زايداً الفلسفة بغلاف شعري كتب هذا النوع من الشعر الكثير من الشعراء العرب والأجانب من بينهم الأجانب رولان بارت نيتشا الذي يعتبرها فن الخلود يعتبر الشذرة فن الخلود كيف نفك الاشتباك بينها وبين قصيدة الهايكو التي يعتبرها أنا شخصياً دخيلة على الإبداع الشعر العربي سؤال الثاني كيف تنظرين إلى جدلية الشعر والمعرفة هل الشعر يجب أن يكون ذا محمول معرفي مثلاً أم الشعر هو ما يبتعد عن المحمول المعرفي وصولاً إلى الدهشة إلى التخرر إلى إطلاق إبداعات الشعر سؤال أخير ما أهمية الخيال السمعي في الشعر دكتور ولو هذا الوحدة يحتاج إلى بحاضرة اتنورين به شكراً جزيلاً وشكراً شكراً بالنسبة للشعر وبينها وبين الهايكو قلت أكثر من مرة أن لا هيكو في الأدب العربي الهايكو له شروطه الخاصة الهايكو له اشتراطاته الخاصة لا مجال لذكرها الآن لممكن العودة إلى محاضرتي الموجودة لمعرفة شروط الهايكو هل ما يكتب الآن تحت مسمى الهايكو العربي هناك صفحات في الفيس كتاب الهايكو العربي أو الهايكو العراقي أصبح عندنا هيكو عراقي وهذه كارتة حقيقة يعني لا وجود الهايكو العربي الهايكو فن ياباني له خصوصيته هل ما يكتب الآن له اشتراطات خاصة علينا أن نعرفها أنا شخصياً لا أعرف ما هي سمي بالهايكو العربي هناك شدرة الشدرة لها اشتراطاتها وهي محمول معرفي بحامل شعري محمول فلسفي بحامل شعري بلاغي فني لها قوانينها كذلك الخاطرة لها قوانينها أنا لا أريد أن أقلل من شأن الخاطرة لكن الكثير ما يكتب وهي خواطر نرى أن عنوان الديوان مكتوب ديوان شعري أو مجموعة شعرية في حين الحقيقة هي مجموعة خواطر هناك الكثير مما يكتب الومضات والحقيقة هي شدرات أو العكس والكارثة الأكبر حين يكتب الشدرات أو الخواطر ويسميها الهايكو أنا ضد كلمة الهايكو ممكن أن نضع يعني اشتراطات خاصة لكل من الشدرة والومضة والخاطرة لكن الهايكو لا وجود للهايكو العربي ولا وجود للهايكو العراقي إلا إذا كانت له إلا إذا كان من يكتب للهايكو العراقي له هواعد خاصة علينا أن نعرفها عليه أن يعرفنا بها لنستقبل هذا الفن كشيء خاص بالعالم العربي أو البلدان يعني إذا كان هناك هايكو عراقي هايكو مصري هذه يعني مسألة مهمة مسألة جدلية الشعر والمعرفة ذكارة قبل قليل أن قصيدة النفر اللي اعترف الكثير من النقاد للأسف أنها قصيدة يعني اعترفه بموت قصيدة النفر الحقيقة هي قائمة وتتجدد في كل سنة على المطلعين يكونوا على مواكبة لكل ما يكتب في قصيدة النفر عند شعراء العراق بشكل خاص ليس تحيزا لكنهم الأقدر على فهم سمات وقواعد وشروط قصيدة النفر والتعبير عنها أما الخيال السمعي دكتور سعد أنا عندي بحث عن الخيال السمعي اللي سلام كاظم ونشر هذا البحث في مجلة تامرة اللي تصدر عن اتحاد أدباء وقتاب ديالة نشرى رئيس التحرير الأستاذ علي فرحان الخيال السمعي أو اللي يستعيض عن الكلمة بالصوت المعبر وهذا موجود بحث عندي في رسالة الماجستير اسمه الشعر المهموس اللي تحدث عنه أول من تحدث الناقد محمد مندور وأعطى قصيدة أخي لمخايل نعيمة أنموذجا للخيال السمعي أنموذجا للشعر المهموس وقال أن الشعر المهموس أو الخيال السمعي ليس معناه أنك تسترق السمع لألفاظ رقيقة بالعكس هناك قصائد قيلة عن الحرب ومنها قصيدة أخي لكنها تفوح بالخيال السمعي وله اشتراطاته وله قواعده والشعر المهموس أتمنى أن يكون هذا يعني موضوعا خاصا يتحدث به الكثير من الباحثين أو على الأقل أن يقيموا دراسات لأن هناك الكثير حتى في الشعر الجاهلي حتى في الشعر الجاهلي على ألفاظهم الأصيلة القوية يمكن أن يدرس الشعر المهموس والخيال السمعي وتكون هناك دراسات جديدة نحن بحاجة إلى هذا التجدد في الدراسات نعم دكتور شكرا جزيلا شكرا شكرا عودة لي النزار قداني الذي يقول الشعور وقود الشعر الشعر ليس حمامات نطيرها فوق السماء ولا نايا وريح صبع لكنه غضب طالت أظافره ما أجبن الشعر إن لم يركب الغضب هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذه الإبداعات دكتور خير الله سعيد فضل أخي الأحزيز شكرا لك عزيزي دكتور عامر وشكرا للدكتور سعير باللود بالحقيقة حركت فينا كل سواك النقد ودراساتنا القديمة ومقرأنا أنا عندي تعريب خاص دكتورة نعم دكتور لمعنى الشعر أحب تسمعينها مني أنا أقول الشعر إدراق معرفي تصطفيه الروح في لحظة متوهجة للتعبير عن مكونات النفس في سياق فني لغوي يتميز في لغته عن سياق الكنام النثري هذا تعريف الخاص عن دكتور خير الله نعم أنا شعر وأكتب اللغتين وما يجب انتباه بهذه المسألة يعني ما قاله الجرجاني في الوساطة يقول الشعر يميز بقبول النفس ونفورها وينتقد بسكون القلب ونبوه يعني هنا خلانا هو في سياق نفسي اضطراري ادراكي وفي لحظة ادار فأيهما أنت ترين يعني أنت ما أو بالسؤال لك شخصيا يعني ما هو تعريف كل الشعر تحديدا أنت خاصة بغض النظر عن ما نقل فيها أنا أقول أنا أقول أستاذنا الكريم أن التعريفات لا حدود لها والمرجعيات التعريف تختلف كل التعريفات مقبولة وعندما حضرتك قلت تعريف الجرجاني أنا يعني يعني هذه تعريفات يعني كنا نستقيها دائما من النقاد لذلك حرصت أن أجمع تعريفات من الشعراء وحضرتك منهم كل التعريفات مقبولة ليس لدي تعريف خاص للشعر ولن أحرص على أن يكون هناك تعريف خاص للشعر لأنه حين أحدد تعريفي للشعر إذن أنا مع هذه الجهة أو مع تلك إذن أنا أرفض التعريف الرومانسي إذن أنا أرفض التعريف الناتج عن التحول الفكري وربما هو الأرقى في تعريفات الشعر لأنه ينم عن مراحل متعددة من تحولات الشعر لذلك لن أعطي تعريفا لأنني لن أنحاذ إلى تعريف على آخر كل التعريفات مقبولة لأنها مجال للدراسات مجال لمعرفة شخصية هذا الشعر التعريف اللي ذكرتها حضرتك أنا أدرسها بهذه الطريقة كلمة إدراك، كلمة معرفة، كلمة توهج إذن حضرتك تجمع بين العلم وبين الفن الإدراك ذكرتك قبل قديل أن نحن نختار ما يقع عليه إدراكنا واهتمامنا وانتباهنا وهذا أمر عقلي التوهج نابع من الروح إذن حضرتك تجمع أنا هكذا أدرس التعريف وأدرس انتماء هذا الشعر إلى هذه المدرسة الفلانية ليس مهم أن يكون عندي هذا التعريف الخاص بقدر التنوع بهذه التعريفات فأعظرني لن أعطيك تعريفاً خاصاً للشعر لسبب اللي ذكرته شكراً لحضرتك شكراً طيب دكتورة أناهيد عبدالأمير اسفط لي دكتورة أناهيد نعم شكراً تحية طيبة للجميع شكراً لهذه السياحة المعرفية في هذا المنجز الشعري بداكز والرصين للدكتورة سهير أوجلوت في كتابها ما الشعر في الحقيقة لدي عدة تساؤلات للدكتورة السؤال الأول هو لماذا سميتي هؤلاء الشعراء الذين هم عينة الكتاب والدراسة بالفرسان ونحن نعلم أن مصطلح الفرسان هو مصطلح جاهلي ومعناها أن يجمع الشاعر بين الفروسية المادية والخلق الكريم أيضاً دكتورة هل جاء هذا الاختيار لهؤلاء الشعراء اعتباطاً أم أنه جاء لإملاء فراغ هامشي في الساحة الثقافية العراقية وسؤال آخر هو ما هي معايير الاختيار التي اعتمدت عليها لهؤلاء الشعراء هل هي معايير ذوقية أم أخلاقية أو دينية أم تاريخية أو أدبية وغير ذلك من معايير النقد التي أنت أكيد تعرفيها وعلى الطلاع بها أيضاً يعني ذكرتي شعراء كثر مثلاً خالد المعالي كاظم الحجاج عبد السادة البصري صلاح فائق دكتور سعد ياسين حمد نصار وسام حشام جوانة حسان مياد المبارك وغيرهم من شعراء الساحة العراقية هل تعتقدين أن هؤلاء الشعراء يمثلون يعني الموذج الخصائص الشعرية العراقية لذلك وقع هذا الاختيار على هذه الأسماء يعني بالذات نعم شكراً لكي شكراً لكل ما تدونه الأقلام الجادة نبيها وتترك بصمة نقدية في الساحة الأدبية اليوم شكراً شكراً لكي دكتورة أناهيد شكراً دكتورة أناهيد شكراً لكي سأجمع بين السؤالين الأول والأخير يبدو يبدو وأنا على ثقة مما أقوله الآن أنك تخلطين بين كتابي مشعر وعتبات نقدية لأنني لم أطلق كلمة الفرسان إلا على الشعراء العراقيين في العتبات النقدية لم تكن هذه الكلمة موجودة في كتابي مشعر ثانياً وتأكد من ملاحظتي هذه أن مياد المبارك ومحمد النصار وكثير من الشعراء اللي ذكرتهم غير موجودين في كتابي مشعر بل هم في عتبات نقدية فيبدو أن حضرتك تخلطين بين الكتابين لأن كلمة الفرسان أنا أطلقتها على الشعراء العراقيين في عتبات نقدية والشعراء اللي ذكرتهم ما موجودين ولا أذكرت تعريفاتهم في مشعر فلا بأس بهذا الخلط بالعكس أنا سعيدة أنك اطلعت على كتاب عتبات نقدية أفضل دكتور أنا أعتذر عن المقاطعة أنا أطلعته مقالة نقدية لا لا ذكر أنك أطلقت هذه الفرسانية على الكتاب لا لا كتاب عتبات نقدية في مقدمة الكتاب أنا قد أطلقت كلمة فرسان هذا الأمر لا علاقة له بكتابي مشعر أما سؤال حضرتك مسألة معيار الاختيار أنا ذكرت في بداية محاضرتي أن هناك معيار المرجعيات الفكرية والنفسية والشخصية واللغوية إلى جانب معيار الذوقي ما معنى ذلك هناك رغبة كانت عندي بتعريف بتعريف بذوق الشاعر الخاص يعني ما معنى الذوق الفني هذا الإحساس المراد في سياقات فنية وجمالية الذوق المسقول المدرب لكل شاعر كل شاعر تقفته الخبرة وهذبه المراس هذا الأمر لم يعد أمرا تحكيميا إنما ضرب من الطاقة أو نوع من الملكة المقتدرة التي تملك حق الحكم وتملك حق إعطاء التعريف فالمعيار كان معيارا مرجعيا وعلى أنواعه لا أريد أن أكررها ومعيارا ذوقيا للتعريف بذوق الشاعر وأنا ذكرت هذا الأمر في بداية المحاضرة ممكن حضرتك ما كنتي حاضرة مع الشكر جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا دكتورة وعودة لك رائد أخي أستاذ رائد نوري تفضل رائد مساء الخير شكرا لدكتورة سهير وشكرا لك أستاذ عامر شكرا للحضور الكريم على أسئلتهم حقيقة الإعلان استفزني العنوان استفزني مشعر لأن السؤال مشعر هو أنا سؤال فلسفي قبل أن يكون سؤالا انطباعيا أو سؤالا نقديا ثم أني أتعاطى الشعر قراءة وتأليفا لذلك السؤال استفزني وتوقعت أن الكتاب سيكون يعني يتعاطى من منظور نقدي أو فلسفي لكن فوجئت أن الكتاب يتعاطى مع تعريف الشاعر للشعر وهذا شيء جميل جهد مشكورة دكتورة عليه أن تقوم بهذا الجهد حقيقة ألا ترين معي دكتورة أن الشعر العربي اليوم هو كائن مظلوم بسبب أمرين اثنين أولهما جهل الكثير في الأوساط الثقافية جهل الكثير بما هي الشعر ثانيا من يروز بأن الشعر في أزمة هل صحيح أن الشعر في أزمة يعني أنا أنا أرى أن القصيدة الجميلة تجد لها سماعا تجد لها قراءا لا يزال محمود درويش مقرؤا لا يزال سميح القاسم مقرؤا السياب أنا جربت يعني قرأت على طلبتي في الإعدادية قصائد للسياب ولغيره من الشعراء الكبار يعني وجد يعني صح هم فهم بدائي أو هناك من لم يفهم كثيرا منها لكن يقول لما قرأته علينا شيء جميل ألا ترين أن الجمال في الشعر هو المحدد وأن الشعراء الكبار هم قلة في كل عصر وقولنا أن الشعر في أزمة يعني قول ظالم له وشكرا سيدتي شكرا فضلي دكتور سوري شكرا على ذكر كلمة جهد شكرا لتقديرك طبعا الحقيقة أنا أحدد كلمة جهد كان في هذا الكتاب لنوع الجهد نعم أكيد أكون جهد فكري ونقدي لكن جهد وقت لأنه مثل ما قلت لحضراتكم كنت أستمع إلى حوارات تصل إلى ساعتين أو أكثر لأستقي تعريف هذا الشعر لا سيما أسئلة اللي كان يوجهها الأستاذ زاهي وهبي أو الدكتور مجيد السمرائي لم يكن يطرح السؤال بطريقة مباشرة ويقول ما الشعر لا إنما لابد أن تستمع لشعراء كبار على مدى ساعتين أو أكثر لتعرف رؤيتهم الأخيرة للشعر لا سيما في لقاءاتهم في عمر متأخر مثل ما قلت بعد ما نضجت التجربة واكتملت فعدم تحديد السؤال يجعل المستمع الذي يريد أن يحصل على إجابة يعاني ويبدل كثير من الوقت لمعرفة رؤية هذا الشعر للشعر فشكرا لحضرتك بهذا التقدير كون الشعر كائن مظلوم حقيقة من هو المظلوم؟ المظلوم كائن ضعيف والشعر لم يكن يوما ضعيفا الشعر يبقى قويا ولا سيما في العراق هناك شعراء هناك نقاد جرب تقول الآن هل الشعر في أزمة؟ جرب الآن أن تقرأ قصيدة وحضرتك واضح أنك تتعامل مع الطلبة عندما أقرأ قصيدة وأنا أدرس المرحلة الرابعة مادة النقد الأدبي عندما أقرأ قصيدة لم يسمعوا بها من مطلعها تلاحظ أن الطلبة يتسابقون لمعرفة عنوان القصيدة أو من هو الشعر وأنا أحياناً أحاول أن نوع من تشغيل الطلبة أقول لهم لن أقول لكم من هو هذا الشعر ترهم في المحاضرة اللاحقة يقدمون لإسم الشعر ويأتون بالقصيدة كاملة هذا الجيل الجديد إن كان في هذا العطش للكلمة الجيدة وللشعر الجيد كيف يمكن أن نقول أن الشعر في أزمة؟ أنا أعترض على ذلك شكراً جزيلاً دكتورة أنا قلت أن الشعر مظلوم كان مظلوم كون من يروج في أوساطنا الثقافية إلى أنه في أزمة نعم من هذا الجهة نعم نعم وأنا ذكرت لأخذ دكتور عامر قبل قليل أن ما يروج لذلك ربما هم من جانب الرواية يعني حتى إحنا في في تحديد موضوعات الرسائل التي تكتب ممكن يتفقون بي معي الأخوة الأساتذة في الجامعة الرسائل والأطاريح التي تروج للدراسة عادة ما تتجه نحو الرواية وعندما تسأل الطالب وما لم تختر شاعرا ما يقول لك دراسة الشعر صعبة أو الشعر الحديث بالذات ممكن أن يذهب إلى العصر الإسلامي أنا لا أريد أن أقلل من شأن أي عصر بالعكس لكن سهولة دراسة القصيدة الإسلامية لأنه فيها معطيات معروفة عند الجميع ليست بمثل ما كانت القصيدة الحديثة أو القصيدة المعاصرة التي فيها الكثير من الرموز فيها الكثير من التناص والخيال وأنواع الجمال لا بد أن يكون الباحث متمكنا من كل هذه الأدوات ليستطيع أن ينقض قصيدة واحدة بينما الرواية ولأنه معطيات الرواية محددة الحوار والرؤية على الرغم من نظريات السرد المعروفة لكنها واضحة ليس هناك شيء غامض في الرواية فهذا يدفع الكثير من الطلبة إلى الاتجاه إلى الرواية كنوع من الضمان أنا لا ألوم الطالب لكن قد ألوم الدراسات النقدية التي تتجه للشعر والتي أحيانا قد تصعب يعني أحيانا تقرأ النقد تراه أصعب من القصيدة على النقد أن يرقى نعم لمستوى القصيدة لكنه لا بد أن يكون في متناول القارئ العادي حتى يستطيع أن يفهم هذه القصيدة هذا ما أستطيع قولة وشكر لكم هذه المسكلة مررت بها دكتورة في أثناء تقديمي لأطروحة الدكتورة يعني أردت دراسة الشعر العراقي في أثناء ثورة تموز بعض الأساتذة يعني كان لهم موقف سلبي كوني درست في الماجستير البناء القصص في رسائل المعري وأرادوا أن أستمر في مجال السرد نعم يعني واحدة من أنا أتفق جدا معك في هذه النقطة أتفق معك جدا هذه معاناتنا جميعا شكرا أخي رائد وشكرا دكتورة سهير الدكتور فرحان الحربي أهلا وسهلا دكتور فرحان تفضل السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله أهلا دكتور أرحب بزميلتي الأستاذة الدكتورة سهير أبي جلود وأنا من المطلعين على جهودها الإبداعية اللغدية وهذا العمل الذي تقدمه اليوم هو فكرة جديدة تخدم الشعر وتخدم الإبداع فهنا سيرأى وجود حاولت أن تستشف فكرة الشعر أو تعريف الشعر من خلال الوعي الذي يقدمه الشعراء إذن هو من خلال التجربة من خلال وعي الإبداع والفكرة التي عالجتها حقيقة فكرة رائعة هي أن تصنف حسب المرجعيات التي يخف فيها الشعراء فجاءت بتعريفات قد تكون جديدة وقد تكون خاصة لشعراء معينين ولم تركن إلى القواعد والمقررات النقدية سواء الموروثة أو غيرها ولكن بعد هذا الجهد وبعد هذه التصميفات هل يكون هناك تشتت في عرض كل هذه الأفكار وهذه التعريفات للشعر؟ أين موقف الباحثة في استنتاج فكرة معينة عن تعريف الشعر من خلال رؤية الشعراء من خلال توجهات الشعراء؟ طبعا هذا جهد يعني جديد ومبتكر تشكر عليه الأستاذة الدكتورة سوهير وهي فكرة رائعة أن نصنف الأفكار بحسب التجربة الشعرية على قولها أن فكرة التعامل مع الشعر أي أقصد النقد الشعري ليس سهلا فعلا هو يحتاج إلى خزين معرفي كبير في عالم الشعر العالمي والعربي الموروث والحديث لكي يتمكن النقد من أن يكون وسيطا وهذه هي المهمة التي أشارت إليها الدكتورة سوهير أن يكون وسيطا بين الإبداع والجمهور وهذا ما يفقده النقد حقيقي في لحظتنا هذا بالنسبة لحياة الشعر واستمرار حياة الشعر وقيمت على ما تذكر محور من محاور المربض في العراق الشعر إلى عين فكانت هناك بحوث لكنها في الحقيقة لم تصف اهتمامها في سؤال كيف نتعامل مع الشعر ليكون له مستقبلا هذه قضية هل ما يوجد من الشعر حقيقة يصنف ضمن خالة الشعر هناك نماذج تقدم على أنها شعر لكنها ليست من ضمن الشعر في الحقيقة هناك فرضيات لا يبقى وإن كانت نظنية النص تقول بتداخل الأجناس أو بتجاوز حدود الأجناس لكن يبقى للجنس العدبي مقوماته ومنطلقاته فلا يمكن أن يكون فاض إلى هذا الحد بحيث كل من هبه ودب يستطيع أن يكتب شعرا أو يستطيع أن يكتب رواية نعم الابتكار موجود التجديد فعلا هو أن يكون هناك شيء ونبتكر شيء لإخياء أو لتقدم وليس من باب الإتيان بكيف شاء وكيف أراد الكاتب بهذه الطريقة أعيد تحيتي وتقديري زميلة الدكتورة سهير وتحيتي للزميل الدكتور عمر على هذه الاختيارات النادرة والجميلة التي تخدم الحركة التقافية في عالم العربي وأهلا من العراقي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا دكتور فرحان شكرا لزميلي دكتور فرحان اللي جمعتنا أكثر من مناقشة في الكلية حضرتك سألت أين موقف الباحث الأمر يختلف حين تتعامل مع تعريف قاله ناقد عن تعريف قاله شعر لذلك أنا قلت في بداية هذه المحاضرة أننا اعتدنا أن نقرأ تعريفات الشعر من النقاط ولك أن تحاور الناقد في تعريفه للشعر ولك أن تجادله لكن تعريف يقوله الشعر الشعر ليس معنيا أن يستمع إلى رأيك في ما قاله أو في رأيه في الشعر الشعر شعر والناقد دارس وباحث تعريفه لا بد أن يكون تعريفا علميا لذلك التعامل لذلك التعامل مع الشعراء في تعريفاتهم اختلفت فحاولت قدر الإمكان أن أحدد مسألة المرجعية وهذه ذكرتها أنا في بداية هذه المحاضرة المرجعية إذا اختلفت يختلف التعريف هذا الموقف الذي أنا ممكن أن أوضح لحضرتك أما لما يكتب الآن يصنف ضمن الشعر المشكلة المشكلة في سهولة يعني في سهولة الطباعة الآن يعني كذلك يعني مواقع التواصل الاجتماعي سنحت الفرصة لكل من هب ودب يكتب تحت مسمى الشعر الأخطاء الطباعي الموجودة في القصيدة والأخطاء الطباع والنجهر نعم عفو قطع الصوت دكتور حتى الطباعة والنشر دكتور نعم ممكن نشر بسهولة ولا تقويم ولا لجان ولا أي شيء بالضبط بالضبط إلى جانب التواصل الاجتماعي دكتور يعني أصبحت هناك سهولة أن يأنشر قصيدة والشعر الكبير وهناك التعليقات التي يعني ينخدع بها يعني أصحاب الموهبة الضعيفة من أن أقول لك يعني ما هذا الإبداع أو أحسنت يعني يعتقد فعلا أنه أنه يكتب شعرا جيدا يعني هذه مسألة يعني يطول حديث فيها أكيد الكثير مما يكتب لا يعط من الشعر أكيد وعلى حضرتك أو علينا إحنا كنقاد أن نحدد أو أن نعرف طلبتنا بمقاييس الشعر الجيد شكرا إليك دكتور شكرا شكرا جزيلا طيب معنا الشعر الدكتور الطبيب ذر الشاوي تفضل السلام عليكم دكتور مرحبا شكرا على هذه الندول السلام ورحمة الله والمفيدة وشكرا للحضرتك وللدكتور الفاضلة حقيقة يعني إذا أردنا أن نبدأ بقول يعني بتعريف للشعر هو تأليف الصورة من لغة مستحدثة أثناء الكتابة وليس لغة استباقية يعني اللغة القاموسية واللغة المعجمية لكن اللغة تستحدث أثناء الكتابة ويدخل معها الإيقاع ويدخل معها كل مستلزمات الصورة الشعرية لتقديمها إلى المتلقي اللي هو أيضا يفهم الشفرة بينه وبين الشاعر يجب أن تكون هناك شفرة مشتركة حتى عملية منظومة الاستقبال والإرسال تكون متكاملة من قبل الطرفين عدنا مثلا في المسرح غير السينما السينما تحتاج سيناريو خاص المسرح تحتاج سيناريو خاص كذلك قصيدة النثر كذلك القصيدة المنبرية فإذن تقانات أو تقنيات الشعر مختلفة حسب الأجواء اللي راح يلقى بها الشعر هذه من وجهة نظر راضي رقص واللي أيضا في أحد الأيام قلت بتعريف ببيت الشعر قلت الشعر روح وأنفاس وحشرجة وصرخة ووريد نازف ودم الشعر روح أنفاس وحشرجة وصرخة ووريد نازف ودم وشكرا شكرا شكرا بوركت نعم دكتورة سوهر يعني حقيقة يعني عملت الطبعة الثانية حتى أضيف الكثير من التعريفات وبعد اللي استمعت الآن ممكن أن أعمل طبعة ثالثة لإضافة هذه التعريفات الجميلة وأبقى أقول أن التعريفات متاحة للجميع التعريفات مطروحة ومسموعة ممكن أيضا أن تكون هناك مرجعية أخرى مختلفة أو ضيفة إلى المرجعيات السابقة بعد سماعي لهذه الآراء شكرا لكم جميعا شكرا بوركت السؤال الذي يفرض قبل دكتور محمد أرجع لك دقيقتيا فقط نحن أرأنا مجلة شعر وهذه المجلة التي عدها النقاد من المجلات المهمة في التاريخ الأدبي العربي التي صدرت عام سبعة وخمسين للشاعر يوسف الخالب وهو رأس تحريرها ومدير تحريرها لفترة مع مجموعة من الشعراء العرب وتوقفت هذه المجلة أعتقد في عام الفتس مئة وسبعين هل يحتاج الوسط الثقافي العربي إلى مجلة جديدة تحيي هذا التراث الشعري وتحافظ على استمرارية الشعرية العربية بهذا النفس الإبداعي المهم ما رأيك دكتور سهير جدا هذه المسألة مهمة دكتور لا أقول أن هناك شحة في المجلات يعني هناك الكثير من المجلات التي تعنى بالشعر يعني عدنا مجلة الأديب العراقي ومجلة تامرة ومجلات أخرى تعنى بالقصيدة وفيها محاور نقدية لكن لكثرة النتاج ولرغبتنا جميعاً مثل ما استماعت الآن من الزملاء بالفصل بين الشعر الركيك من الشعر الجيد لا مانع أو لابد من الإكثار من هكذا نوع من الإصدارات لنحي الكثير من النصوص الحقيقة مسألة مهمة أود أن أذكرها وهذه دائماً تشغني وهذه ذكرت في اعتبات نقدية أن الكثير من النصوص الجيدة واللي أصحابها عاجزين مثلاً عن النشر بسبب ظروفهم المادية هناك شعراء غير قادرين حتى على النشر في الملاحق الثقافية للصحف في الجرائد والمجلات فواجبنا التعريف بهؤلاء الشعراء وهم الشعراء مثلاً من بلدنا واجبنا التعريف بهكذا النصوص وواجبنا أيضاً محاربة النصوص الركيكة ووضع الحد لكل ما يدعي أنه شاعر مثل ما ذكر الدكتور فرحان سهولة النشر هذه مشكلة إضافية علينا جميعاً أن نقف بوجهها شكراً جزيلاً دكتور محمد السوداني وهو طبيب جراح في بريطانيا تفضل دكتور محمد شكراً شكراً دكتور عامر وشكراً جزيلاً للدكتور سوفير طبعاً أحموم مثلكم شعر أقرأ الشعر وأتلذى بقراءة الشعر وخاصة المعلقات والشعر أبو فراس الحمداني والآخرين الحقيقة اليوم يعني الكلام كله هو الشعر وبين الشعراء وتعريف الشعر يعني بعضها كلش عميق ما صعب الفهم الحقيقة بالنسبة أننا نعتبر الشعر هو فن فن يستعمل به الشعر اللغة لتصطير ملحمة أو قصة أو شعر ثوري حاول تغيير المجتمع ببسطة إلهاب الشعور عند الجماهير فإذن هو في عاطفة كثيرة مثل ما قال هذا الأكوان لكن صح أكثر من اللازم أنه مثلا أبو فراس يقول الشعر هو ديوان العرب هل يقصد به من الناحية اللغوية أنه يحفظ اللغة أو أي شيء آخر وما رأيك دكتورة بالشعر الشعبي لأن العالم يتفاوت والناس يتفاوت في الثقافة والمعرفة يعني مو كل الناس تستطيع استعمال اللغة العربية في صياقة الشعر والتعبير عن نفسها فهنالك شعراء شعبين وخاصة في العراق الشعراء شعبين نسميهم فطاعة يعني هل مثلا نأخذ في نظر الاحتبار شعر الأستاذ مظفر النواب أو كثير من الشعراء الآخرين اللي كتبوا شعر جميل جدا في اللغة العامية فما رأيك فيه نعم شكرا شكرا فيما يخص الشعر الشعبي يعني أنا أرى أن الشعر الشعبي له ظروفه له أسباب نعم الشعر ديوان العرب قبلها سأذكر السؤال للدكتور الأول اللغة هي تحدي العرب الأكبر هي السلاح العرب الأكبر حتى أن القرآن كانت معجزته الأولى أنه يتحدى يأتو بسورة مثله في هذا الإعجاز القرآني البلاغي القرآن تحدى الآخرين ببلاغته ولغته فاللغة هي السلاح العرب الأكبر وهي ديوان العرب لأنه قديماً والكل يعرف ذلك في الحروب كان الإعلان عن الحرب عن طريق اللغة والقصائد الإعلان عن النص عن طريق اللغة والقصائد الإعلان عن أي شيء باللغة والقصائد فبالتأكيد أن نقول أنه ديوان العرب هذا أمر ليس كبيراً على الشعر بالعكس الشعر أكبر من أن يكون ديواناً للعرب أما الشعر الشعبي قلت أن الشعر الشعبي يعني ربما اللي فهمت من حضرتك أنه ممكن أن يعبر أكثر من القصيدة الفصحة لا الشعر الشعبي له ظروفه مثلا في الحرب الشعر يقال في الحرب مثلا لرفع الهمة وحتى يتهم أكبر عدد من الناس لكن هذا ليس عذرا أن يكون الشعر الشعبي هو الأول كان أستاذي وإن كان قاسيا في تعبيره أستاذي الراحل الدكتور عبد الأمير الورد يقول أن الشعر الشعبي وأرجو المعبرة هذا هذا الكلام له يقول الشعر الشعبي كريهة في كريهة هو كان يرفض الكلام بالعامية يتحدث معنا حتى مع عائلته يتحدث باللغة الفصحة يقصد كريهة في كريهة أنه أننا نضطر أحيانا لنستخدم العامية في ظروف مكروهة مثل الحرب هذا القصد أنا أرفض الشعر الشعبي أن يكون هو الأساس في بلادنا العربي وفي بلد مثل العراق بلد الشعراء لكن أقول أن الشعر الشعبي له ظروفه هو مطلوب في الحرب حتى عندنا في الهوسات في جنوب العراق لابد أن تستمع لهذه أو الشعر الذي يقال على سنة شعراءنا في الجنوب من أجمل ما يكون الصور والأخيلة من أجمل ما تكون لكن شعر له ظروفه لا يمكن أن أن يباري الشعر الفصيح بكل تأكيد دكتور ألا تجدين أنه هذا فيه ظلم لكثير في المجتمع العربي لأنه مو كل الناس ربما نعم دكتور ومو كل الناس يجدون للمعنى اللغة بالشكل اللي أنت تجدينها ربما نعم دكتور ربما ظروفنا الأخيرة في السنوات الثلاثين الأخيرة استدعت تنامي هذا النوع من الشعر أنا أعذر ما يقول الشعر الشعبي وأعذر ما يعجب به وأنا من المعجبين من الكثير من المقاطع الشعر الشعبية لكن هل نشجع مثلا على دراسته هل نشجع على أن يكون ضمن موادنا في الجامعة بالتأكيد لا هل الشعر فن أو لا أكيد الشعر أجمل الفنون أرقى الفنون الرسم جميل والموسيقى جميلة من أرقى الفنون أنا لم أقول أنا لم أقل أنه أرقاها بالتأكيد أنا قلت من أرقى الفنون إذن هناك فنون أخرى راقية مثل الرسم وغيرها والنحة أكيد دكتور أكيد قليل كنت أتكلم مع الأستاذ علاء بشير وقال لي طبعا هو الرسم أرقى أنواع الفنون نفسه التحيط مطلوب يعني الشعر أيضا رسم باللغة هذه اللغة أحسنت طيب هناك سؤال من السيدة منتهى تقول لم تذكروا الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري ورأيه في الشهر لا لا مذكور مذكور دكتور أنا قلت في كل محاضرة أنا أنتخب شعراء يعني الوقت لا يسمح هناك أكثر من مئة تعريف في كتابي بالتأكيد الجواهري موجود لكن إن شاء الله في محاضرة أخرى أضع أخذت الشاعر الكبير طبعا شكرا المحاضرة القيمة أنا لست شاعرة ولكن هاوية كتابه بس الجواهر له شعر راقي جدا ومقفة وصعب يعني حتى أحيانا أنا أطلع بعض الكلمات منه حتى يعني بالقاموس العربي عربي يعني وأي أحد يفهم شعره ست منتهى طبعا المحاضرة حول تعريف الشعر حسب الإبداعات الشعراء وتفاصيل أليس الجواهري مبدع؟ لا بالتأكيد لا أنا نتكلم عن تعريف الجواهري للشعر وقد ذكرته الدكتورة في كتابي لم أسمعه لم أسمعه لا العفو هي كتبت وألفت كتابا مطبوعا اليوم هي تطلب عليه مرور الكرام لأن الوقت لا يسمح بأن شكرا أصل الدكتورة سوهير في آراء مئة شاعر ضمها هذا الكتاب فمعدرة ست منتهى يعني أنا مستمتع بهالحديث الحلو راقي وبديع وجميل جدا ومشكورة محاضرة غنية وقيمة شكرا معي الأخ أحمد اسمك التامل أخي أحمد فضل السلام عليكم شاكرين لكم لهذه السلسلة طيبة باستعراض وجهد الدكتورة لشيء مهم جدا وهو اختزال لكل العصور ومراحل مهمة للوقوف على القصومات والتقابل بين التعاريف فهو بالفعل عمل سيترك أثر مع الزمن سؤالي هل السؤال ما الشعره هو أول الأسئلة أم آخر الأسئلة في المدولة النقدية باعتبار الضرورة أو ما بعد التعريف المنتج هل هو في بداية المنتج أم أثناء المنتج أو في آخر المنتج ليتوقف عليه الأسئلة الأخرى في منظور النقاد شكرا شكرا اسمك الكامل أخي أحمد أحمد عبد الرضا طالب دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا فضلي دكتور سهيد هذا يذكرني بسؤال نطرح دائما في أول محاضرة للنقد مع الطلبة نقول لهم الشعر أولا أم النقد نعم فيأتي الجواب لو لا الشعر لما كان هنا كنقد وهناك من يقول أن النقد قبل الشعر والإجابة أن الشعر والنقد يسيران بخط متوازن لأن الشعر حين يكتب مع كتابته هو ينقذ ما يكتبه ويصح وينقح مثل تعريف الآن الدكتور الأستاذ يقول ما الشعر هل هو في نهاية المدونة النقدية أم قبلها أم في وصفها أكرر الجواب نفسه وأقول الشعر من أول ما نشأ نحن مع سؤال ما الشعر حين تكتب الشعر حين تنتجه وحين تسمعه للآخرين وحين يتم نقده سؤال ما الشعر سؤال يصاحب كل هذه المراحل طيب شكرا جزيلا عودة لك دكتور خير الله باختصار رجاء شكرا لك عزيزي دكتور هاشم المهم أنا لثار انتباهي يعني رأيي الدكتورة بعملية الشهاد الشعبي أنا من دارسي ومتعمقين بالطراث الشعبي والشعري أنا كاتب ملحة مشعرية ملحة مشعرية بالشعر الشعبي كاتب موال واحد سميت الإلياذة السومرية أربعة آلاف واربعمية واربعة واربعين بيت بالشعر الشعبي أنا أحتقد أن تأثير الشعر الشعبي أكثر في بنية المجتمع العراق بشكل خاص ولذلك هو موجود بالسينما موجود في المسرح موجود في التلفزيون موجود في الحياة اليومية موجود في كل شيء تستسيغه الحياة وبتقدير أن الصور الشعرية التي أتى بها عريان السيد خلط أو مظفر النواب أو شاقد السماوي أو كاظ المسوعة الغاطة أو غيرهم هي جواهر حتى الأدب العرب الفصيح لا يرتقي إلى مستوى وبالتالي أن عملية إقصاء الشعر الشعبي من مناهج الدراسات الأكاديمية والبحث فيها يؤدي إلى موقف سلبي لا يرتقي إلى مستوى المعرفة التي تكتنز في هذا الفن في داخل العراق ولذلك حاول مصطفى جواد الله يرحمه في منصف السبعينات أن يدخل الأدب الشعبي في الدراسات الأكاديمية وعلى هذا الأساس أشير إلى الدكتور رضا محسن القريشي عندما قدم أطروحته عن الفنون الشعبية الملحولة السبعة قدمها في القاهرة ولم يقدمها في العراق هذا يدل على أن مستوى الإدراك الأكاديمي والحكومي في الدولة العراقية ليس بمستوى الشعب بالشكل العام وعلى هذا الأساس أنا من هذه الجلسة ومن هذا الموقف وبحكم تخصصي واهدماماتي أطالب رسميا كل الجهات المسؤولة أكاديميا وحكوميا أن تعيد أو أن تفرض الدراسات النقلية للأدب الشعبي في مجال الأكاديميات كلها نعم اسمح لي أن أجيب عنك بالتأكيد أنا أحترم رأيك بالتأكيد دكتور هذا الأمر يذكرني بمصر في خمسينات وأربعينات القرن العشرين حين كانت هناك دعوات للكتابة بالعامية في الصحف والمجلات قابلتها ردة فعل وهجمة قوية من أولئك الذين يحافظون على اللغة العربية وهذا من واجبنا أيضا أن نحافظ على اللغة العربية هذه الدعوات للكتابة بالعامية كانت إرضاء للكثير من المستشرقين الذين يحاولون تحطيم جزء مهم جدا من كينونتنا نحن في البلاد العربية ونعم صادرت الكثير من الصحف والمجلات التي تتحدث باللهجة المصرية وكانت هناك دعوات أن كل بلد عربي يكتب بلهجه هذه كارثة أنا في رأيي أنا أحترم رأيك لكن من واجبنا الحفاظ على عنصر مهم قائم عليه العرب وهو اللغة العربية لغة القرآن فأعذرني مع كل احترام لا أحترم رأيك تماما أحترم رأي الآخرين لكن أنا أرى من المنظور المعرف الأكاديمي في الرؤية الأبستيمولوجية أن الشعر الشعبي يؤلف جناح أو خط رئيسي في بنية كل مجتمع على المستوى الصعي الثقافي ولا سيما في العراق هذا أولا آليا كل مدونات التراث العراقي منذ أيام سومر وحتى اللحظة تقريبا كانت هي تدون شفاهيا كل الإبداعات التي حدثت في الشعر الشعبي العراقي لا أحتقد أن هناك من نوازيها لكن أنا أرى وفق دراساتي ومتابعة إلى هذه المسألة بالمناسبة دكتور آنع راح تصدر لي موسوعة التراث الشعب العراقي بصدر ما عيش من جلس راح تصدر قريبا إن شاء الله تتبع الأدب الشعبي في العراق لا أعتقد أن دولة عربية أخرى تستطيع أن تجاري هذا النهر المتدفق والشعر الشعبي في العراق هو يستجيب للذائق الحسية عنده أبسط قواعد الناس وأبسط الذين يعون معنى استذواق الشعر ليس بالضرورة أن تكون هناك المجموعة المتعلمة هي التي تقرر مصير الشعر بل الناس هم الذين يقررون مصير الشعر ولذلك يبقى الشعر الشعبي صاحب الجناح الأعداء شكرا جزيلا ونذكر أن الوقت محدود طبعا والأبيات تقول الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحظيظ قدمه يريد أن يعربه فيعجمه دكتور محمد السوداني لك عودة أخي تفضل شكرا دكتور عامر جس أنه أضيف على ما ذكر الدكتور خير الله والدكتور سهير السهير يعني ثبتة يعني رأيها في أنه يجب أن يكون الشعر هو الشعر العمودي والقريض واللغة متقبل لغة الشعبية في كتاب عفوا عفوا فأسفة جدا على المقاطعة دكتور أنا لم أقل أنه من المتحيزين للشعر العمودي يعني أنا مع قصيدة النتر دائما فقط هذه الملاحظة شكرا أنا مع اللغة الفصحة أنا مع اللغة الفصحة مع اللغة الفصحة اللغة الفصحة دكتور ترى باللغة الإنجليزية إيطالية في اللغة وفي الهند وفي الصين وفي العفوا في الصين وفي اليابان في لغتهم الأم وناس متطورين في هذا هناك ناس يقولون أنه اللغة العربية صعبة في الاستعمال مثلا الإنسان اللي مدارك مثله يفهم اللغة العربية ما يكتر بتطروحة علمية عن الطب باللغة العربية صعبة لغة صعبة وأنا أعتقد هي وجدت أصلا وطورك بهذا الشكل لتناسب الشعر ولأن الشعر ذاك الوقت كان هو الفن الوحيد الموجود وتطور اللغة وتطور في سبيل خدمة الشعر نحن الآن في عصر يختلف نحن نحتاج لغة بسيطة تستعملها الناس كتابة الطروحات للتقاء المحاضرات لكن الناس تجد صعوبة بكلام أنه يكتب طروحة علمية ويكتب محاضرة علمية في اللغة اللغة العربية يعني تمام مثلا الطب يدرس في سوريا في اللغة العربية فس صفحة عربية وصفحة انجليزية فيطلع الطالب يفتهم عربي في انجليزية شنو رأيت يعني هاي اللغة هل تستمر بهذا الشكل أو ممكن أنه تغير أو تطور بشكل يلاقب العصر ويلاقب العلوم بحيث يكون سهلة ومرنة يستعملها كافة الناس شكرا أولا دكتور ما نوع هذه الدراسات التي أنا يعني أتمنى أنه تنورنا ما نوع هذه الدراسات التي أثبتت أن اللغة الفصحة لا يمكن أن تواكب العصر من قال أن اللغة الفصحة لا تواكب العصر ما قال ذلك لا تواكب العصر باقلت هذا الشيء أبدا أنا قلت أن اللغة تحتاج إلى تطوير وتسهيل حتى تستطيع الناس يستعمالها يعني أنت كشاعرة وناقدة مهتمة باللغة مو مثلي يعني ما أعرف اللغة مثل ما أنت تفهميها ولا أقدر أكتب باللغة اللي أنت تكتبينها ولا أتكلم باللغة اللي أنت تكتبينها وصعبة عنها مثلا أنه أكتب طروحة طبية أو أنت محاضرة طبية باللغة العربية الصعبة أجد 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 صعوبة حتى في اللغة العامية أتعثر بها لأنه أنا دارس الطب في اللغة الإنجليزية ومفهومة للأمور المصطلحات باللغة الإنجليزية فلا ترين الآن يعني في واجب أنه نحن يجب أن ندرس الطب في اللغة العربية لكن هل في هذه اللغة العربية الصعبة المعقد أولا فقط للتصويب أنا لست بشاعرة يعني هذا شرف لا أدعي لكني أمتهن النقط فقط للتوضيح أما كون أنه أنك لا يمكن أن تلقي محاضرة تتعلق بالطب بلغة فصحة سليمة يعني هذا الأمر ممكن يتعلق بحاضرتك أو بغيرك من المختاربين الذين لا يتعاقون مع اللغة بشكل سليم لكن نحن نستمع الكثير من المحاضرات من المهندسين والأطباء من يملكون لغة متوسطة يعني إحنا نسميها اللغة البيضاء اللي ممكن أن يتفهمها معظم شرائح المجتمع ثم نحن نتحدث عن لغة الشعر اللي هي أرقى لغة ممكن أن تسمع لا يمكن أن تقارن بمحاضرة بلغة محاضرة تتحدث عن الهندسة أو الطب بالتأكيد لا نطالب من الطبيب أن يتقن تماماً الاشتقاقات والمجازات هذا أمر غير مطلوب من حضرتك ولا من ممن لا يمتهن اللغة العربية لكن ما يمتهن الشعر ويمتهن الرواية ويمتهن القصة ويدرس في قسم اللغة العربية نحن لا نستطيع أن نتهاون مع هذا الأمر أو ندخل في مناهجنا ما يسيء إلى لغتنا العظيمة هذا أمر يعني لا جدالة فيه ليش يساعد ليش يساعد ليش يسمي يساعد يعني إذا شيء صعب شوية نسوي أسهل ليش يساعد كيف تعمل أسهل بأنك تخرق القواعد في مجالك مسموح يعني ممكن أنك الآن أتحدث معك الآن أتحدث معك بلغة عامية وهذا اللغة نفس اللغة اللي كان يحكيها قبل ألف وربع بيت سنة اللغة الإنجليزية تطورت اللغة الإيطالية تطورت اللغة الفرنسية تطورت اللغة الإنجليزية اللغة العربية عزيزي اللغة العربية بكثرة لا يمكن حضرتك يعني غير مطلع على اشتقاقات اللغة العربية على مجازاتها التي هي لغة مطواع ما معنى مطواعة أنها ممكن أن تتوائم مع جميع العصور والدليل بقاءها إلى الآن وكذلك اللغة الإنجليزية يا سيدتي اللغة الإنجليزية مطواع اللغة الإيطالية مطواع مجال مقارنة اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية لسنا الآن في مجال المقارنة بين الفصحة والعاملية حضرتك الآن نحن في صدد المفاضلة بين العاملية والفصحة وهذا أنك تقارنها بين اللغة الإنجليزية والعربية فهذا أخر آخر سيد الكريم الشعراء لا يقبلون أبدا أنه مثلا يقول أنه هذه اللغات العالمية تطورت مع الزمن لتواكب العصر ومتطلبات الحياة هذا موضوع عن اللغة الإنجليزية لا طلاع بها لذلك لا يستطيع أن أعطيك رأي هل اللغة الإنجليزية تطورت بما يكفي لتواكب العصر هذه ليست مسؤولية وليست مجال بعيد عن التخصصي لكن أدافع عن اللغة الفصحة أمام اللهجة العاملية دكتور محمد يتحدث وهو طبيب جراح هو ليس بلغوي صحيح واضح واضح وأجد في مخارج كلامه وأجد في ما قاله دكتور محمد السعداني أجده يؤيد ما ذهبت إليه في الحقيقة هناك يجب أن نعمل على أن يكون رجل العلم العربي يتحدث بلغة عربية فصيحة في محاضراته باللغة العربية هذا هو ما يجب هذا تقصيرنا نحن وليس تقصير اللغة العربية اللغة العربية شكراً صحيح جداً ولن تكون لغة صعبة أبداً أحسنتم يصعب على من لم يجتهد بها أحسنتم في هذه الأمسية وفي هذه الندوة اللغة العربية ليست بصعبة يا أخي كلنا هناك زملاء الطباء وأنا واحد منهم وأفتخر الله يصحب باللغة العربية شعراً وكتبت قصة وكتبت مقالة وأتحدث بها ولا ألحن في القول وأفتخر بذلك شكراً جزيلاً دكتور تحسين شكراً شكراً دكتور عامر حقيقةً الحديث الذي ذكره دكتور محمد السوداني أثار شكراً دكتور سهير على مخاضرتك ولو أنا ذكرت متأخر آسف جداً دكتور محمد ليش؟ ابن سينا كتب بالانجليزي قانم بالطب علماء العرب الكتب العظيمة في مجال الطب كتبوها باللغة اللاتينية هي اللغة العربية اللي كانت الأساس في هذا الموضوع لأن هو أساساً وعائل معرفة بالنسبة إلى هو اللغة الأم بالنسبة إلى هو اللغة العربية الآن مشكلتنا إحنا ده ندرس لغة انجليزية ولغة فرنسية ولغة عربية وبالتالي تيهان بين المصطلحات هو اللي خلينا نقولها نعجز عن أن نتكلم باللغة العربية أنا أصور اللغة العربية متواعة مثل ما تفضل الدكتور سهير وقادرة على التعبير بالشكل السليم ولم يسي للغة العربية إلا ما ذهبنا إليه في تعظيم اللغة الشعبية اللغة المحكية للشعر الشعبي وغيرها هذه هي اللي أساءت كثيراً إلى اللغة العربية ودمرت قبولها عند الناس شكراً دكتور سهير وأنا سبق أن قلت لحضرتك أن هذا الكتاب مترجم يعني تأييداً لكلام الأستاذ الآن اللي تحدث كل الشكر لرأيي وأنا أتفق تماماً معه أنا قلت لحضرتك أن هذا الكتاب مترجم التعريفات مترجمة حقيقةً من يقرأ التعريفات باللغة الإنجليزية يقول أنها فقدت الكثير من جمالية التعريف الحقيقي باللغة العربية هذا معناه أن اللغة الإنجليزية وأنا قلت أنا لست متخصصة فيها لكنها تفتقد إلى التعبير أو عاجزة عن الوصول إلى مستوى التعريف باللغة العربية لما فيه من الجماليات والأخيلة والتشبيهات والرموز فلو نقرأ الترجم ممكن أن تكون هناك دراسة متخصصة في المقارنة بين التعريف حين يترجم وكيف ممكن أن يفقد رونقه حين يترجم إلى اللغة الإنجليزية وهناك تعريف آخر للشعر هناك من يقول أن الشعر هو الجانب الذي نفقده عند الترجمة هذه ممكن تكون أصدق تعريف للشعر هذا معناه أنه حين يتحول إلى اللغة أخرى لن يصل إلى معنى وجمالية اللغة العربية نعم شكرا دكتورة دكتورة سوهير فيه شعراء إنجليز عالمين مشهورين وفيه شعراء فرنسيين وشعراء إيطاليين هذا موضوع آخر هذا موضوع ثقيقة دكتورة تتكلمتي يعني إحنا إذا ما نفهم الشعر الإنجليزي نقول عليه هذا الشعر موزيا لأنه مو بالعربي ما يصير كل لغة فيها شعراءها المعروفين عالمياً وانت تعيبين اللغة الإنجليزية واللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية العالمية أنا لن لا تقويني ما لم أقول لا تقويني ما لم أقول أنا قلت حين ترجمت أنا قلت حين ترجمت فقدت الكثير من رعونقها أنا لم أهاجم أي لغة وليس من إذا تسمعني دكتورة لو ترجمين الشعر الإنجليزي الجميل إذا اللغة العربية يفقد رعونقه بالتأكيد أكيد أنا معك لكن ما نقدر نعيب لغة الإنجليزية ولا اللعب الفرنسية ولا ألمانية كل الناس تحتز في لغتها لأن عرب تحتز في لغتنا حضرتك لم تكن معتزا حضرتك لم تكن معتزا باللغة العربية حين طالبت حين طالبت بتحويلها إلى اللهجة العامية وأعترف على سلمة تعيبين اللغة الإنجليزية أنا لست متخصة اللغة الإنجليزية ذلك يعيبها لا لكني اعترضت قلت أن اللغة الإنجليزية في ترجمتها للعربية لن تصل إلى مستوها هذا لا يعني أني أعيب اللغة الإنجليزية أو اللغة الإنجليزية أرجو أن يكون كلامي واضحا كل ما حاول نقول اللغة أن هذه اللغة العربية لغة أصيلة وعظيمة ونود أن ندرس العلم فيها يخرجون علي أنتوا تحاولون يساءل اللغة لماذا يساءل اللغة؟ ما أعرف اللغة الإيطالية تغيرت تسمح لي أن أوضح لك هذه النقطة يعني الموضوع تعريب الطب هذا موضوع معقد ومهم جدا والحقيقة هناك الكثير من التقصير في هذا الموضوع وليس أساءل اللغة بالعاكس الحفاظ على اللغة العربية مهم جدا هذه مسؤوليتنا ولكن هناك تقصير كبير في هذا الجانب من جانب العلماء العرب وعلماء اللغة أيضا والمجامع اللغوية العربية وأنا كان عندي دراسة منشورة وهو هذه الدراسة أيضا ألقيتها في مؤتمر اللغة العربية في دبي أقامته الجامعة السامراء العراقية وحول تعريب العلوم وتعريب الطب واحد منه شكرا لك دكتور محمد شكرا لك دكتور فرحان الحربي يقول اللغة وسيلة التواصل الأولى بين البشر والشعر فن أداته اللغة ولهذا يكون الشعر في مقدمة الفنون وفي هذه التعقيبات أيضا هناك تعقيب من السيدة إخلاص فرانسيسو وهي شاعرة ومسؤولة عن غرفة 19 الثقافية تقول لا يجوز إقصاء الشعر الشعبي والأدب الشعبي فهذا تراثنا بالتأكيد اللهجة المحكية هي التميز لكل بلد والاختلاف والتنوع في اللهجات غنى وفي كل دولة مخزونها الشعبي من الشعر المحكي والشعبي الذي هو نتاج الشعبي تراثهم وهويتهم نعم لا خلاف على ذلك الدكتور فرحان الحربي يقول سبب استمرارنا بالوجود بصفتنا عرب هو اللغة العربية والركون إلى الشعر الشعبي يعني تشتت الوحدة باللغة كذلك العربية تطورت ردمي نوت ناين برو يقول أنه كذلك العربية تطورت ولكن ما زالت مفهومة ما الإنجليزية تطورت ولكن الإنجليزية القديمة غير مفهومة ولكل آراء وقد نعقد جنسة حوارية أو ندوة في هذا الموضوع حول تعريض كلمة أخيرة إذا تسمحني دكتور أنا سعيدة باختلاف الآراء بالعكس هذا أمر مطلوب وسعيدة أيضا بتمسك كل شخص برأي على أن يكون هذا التمسك على وفق قواعد وشروط وليس مجرد تعصبا لهذا الأمر أو ذلك شكرا دكتور وصحة الفهم يعني يجب أن نفهم الموضوع لا نتحدث عن شيئين مختلفين في هذه المحاضرة هذا أمر مهم صحيح نعم والمحاضرة عنوانها ما الشعر هذا شعر كما ذكرته بهذه المحاضرة المهمة وبهذه الأصالة في التعبير عن الشعر حسب المرجعيات التي ذكرتها شكرا لك دكتور سهير صالح شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لأصدرائكم وشكرا للأخوة والأخوات الحضور ولمن سأل وعقب وكتب وأسبوع المقبل إن شاء الله ستكون لنا محاضرة مهمة يوم الجمعة المقبل مع الأخ الدكتور محمد الخاقاني عن الراحل العلامة العراقي حسين علي محفوظ فتكون أيضا جلسة وستكون لنا قبل ذلك يوم الاثنين المقبل جلسة علمية طبية مع أحد الأطباء العراقيين الاستشاريين في أمراض المفاصل الدكتور أحمد الخزاعي هنا من هذه المنصة ليتحدث عن آلام مفاصل الركبتين والعلاجات المستحدثة والطب التجديدي في هذا المجاد ما تشون دكتور عمر يعني عيد يوم السنين عيد نعم عيد وعيد مبارك وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع من الآلام والطب نستمر فمن وجد لديه فرصة أهلا وسهلا في هذا اليوم إذن نستودعكم الله وشكرا جزيلا دكتور أحمد شكرا جزيلا لكم شكرا لكم شكرا بارك الله بكم مع السلامة شكرا لكم شكرا لكم